اهيكم ورحمة الله وبركاته ودكتور رحمة شريف معاكم وبإذن الله تعالى في الفيديو دو ده كده رقم تلاتة تحل اسئلة امتحانات بتاعة السنين اللي فاتت على نبدأ مع بعض دلوقتي رقم تلاتة ونبدأ نشوف الاسئلة معكم. اول سؤال عندنا بيقولك آآ عادي تشوف وبيقولك بص على الرسمة دا بتعبر عن تيميل تيميل دا يعني قطعنا وهنا التركاية ده كده سؤال في وقطعنا وبيقولك التغيرات اللي هتحصل بتاعت هذه السنة. اولا السؤال سهل جدا ومباشر بس هي اللعبة كلها في حاجة. قطع لا يؤثر على يعني لا يؤثر. يعني يا دكتور دي مرتبطة بايه? مرتبطة بالاوفاري والهرمونات بتاعتها والبروجستيرون. اما بيزودوا او بيقللوا طب انا قطعت هل ده هيؤثر على الهرمونات? لأ. هرمونات بتفضل تطلع في معادها فبالتالي نختار الجراف العادي الجراف العادي اللي هو ايه? اللي كان عندنا في الكتاب اللي موجود بالنص اولا ان هو الجراف يبقى واطي كده ده او ده غلط. لان احنا كنا عارفين ان الست اول خمس تيام بيحصل نزيف سكنز بيبقى قليل وبعد كده يبدأ الكيرف يعلى اللي هي دي. الكيرف كان قليل وبعد كده هيبدأ يعلى لاخر الشهر بعد كده الاخر الشهر هيقل ونبدأ جدي. طب ينفع وقول لي دكتور ان الكيرف هيبدأ ليقل لحد يوم تمانية وعشرين. لأ. لأ احنا في بدايتنا كان الكيرف بيقل لحد يوم خمسة بعد كده يبدأ يعلى تاني عادي خالص. يعني هو السؤال بالبقى دي الهدف منه ان انتو تعرف العلومة ان لا تؤثر على هتو يحصل عادي خالص. لا توجد اي مشكلة. خلاص? سؤال اللي بعد كده. ده خلاص يبقى همنيجي ان شاء الله تعالى شابتر فور هنحله. ده سؤال يلا بينا نشوفه مع معا. اولا هو بيقول لي عملية فانا عرفت ان ده تاني حاجة بيقول لحضرتك كائنات بداية. كويس. تالت حاجة انا معايا الرسمة. انا الحاجات دي حس اني شفتها قبل كده. انا شفت يا دكتور دي. طب دي يا دكتور تعالى بقى كده نفتكر مع بعض ايه الكلام? عشان نشوف مع بعض الدنيا. حواليها ده كان جي حاجات في النص في الكتاب. اتقسمت طلعت اربعة تلاتة هيموتوا والربعة هتكبر بالميتوزز وتعمل جديدة. ده مفوش نكوش. وخلي بالك وتبقول لك ان دي انت بتكبر بتكبر لما الجو يتحسن. يعني دي خلاص دي هتبدأ تتقسم وتبدأ تكبر لما الظروف تبقى سيوتيبل. طيب هو هنا هو بقى في التانية. ايه اللي حصل في التانية يا دكتور? تعالى كده نشوفها مع بعض واحدة واحدة. آآ خلية. خلاص? بقوا كتير وحواليه مسيك كوت وبعد كده تتفتح وخرجوا كتير. طبعا دي الاميبة. كانت موجودة في اول حاجة خلاص في وده الغطى اللي هو خلاص? وبعد كده الجو لما تحسن برضو يعني هنا باول حتة كان الجو بعد كده لما الجو تحسن خرجت من الغطى وبقوا كتير. بس انا عايز اسألني هو اني حاجة من دول حصل فيها كروموسومال ريداكشن. ريداكشن يعني كروموسومز قلت يعني عملت مايوزز. وانا ما عملتش مايوزز غير هنا هو. برقم واحد. لان الاميبة اصلا بتبقى ان واحدة. فبتنقسم بالمايتوزز سواء الظروف وحشة او حلوة. كده كده بتعمل مايتوزز بس. طيب السؤال اللي بعده من شابتر كاتب يبقى شابتر سري. طيب. هو بيقول لك ده كائن يعني كان عنده خلية واحدة. وبعدين بيقول لك ايه التشابه ما بين طريقتين بتاع هزا الكائن? ايه يعني التشابه في ايه? تعالى نشوف كده واحدة واحدة مع بعض عشان نحدد. واجاب واحدة خلي بالك واحدة طلعت كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بتوع تمانية. وانا طلعت اتنين. طيب. تعالى نشوف مع بعض ايه الفرق بين الطريقتين. هل الظروف? ولا عدد الكروموسومز في الخلايا? ولا عدد السيلز? ولا حجم السيلز? اولا انا بعيني كده اقدر استبعت مثلا تلات اختيارات بدون اي صعوبة. او عايز التشابه. هل العدد هو هو? لا يبقى النمبر غلط. طب هل الحجم? نفس الحجم? لا يبقى غلط. فاضلي وفاضلي عدد الكروموسومز. انا مش هو كده كده قال لي ان ده يعني كان عنده خلايا واحدة عنده خلايا واحدة بيبقى بداي وبداي يبقى ان واحدة يبقى سواء عمل هذا التكاثر او هذا التكاثر كده كده هيبقى ان واحدة يبقى التشابه في عدد الكروموسومز اللي موجودة. كده كده هتطلع ان واحدة. خصوصا كمان ان هو عمل واحنا عارفين ان في عدد الكروموسومز او عدد الجيناد بيبضل ثابت زي ما هو. طيب اللي بعد كده. آآ ده شابتر فور هنحله في الاميونت ان شاء الله. طيب رقم ستة. يقول لك اني عملية هتتوقف لو الستة خدت طبعا ده سؤال سهل. ليه? مكتوب في الكتاب بالنص يعني يا دكتور بتشتغل على يبقى انت توقف لي الحاجات اللي جهه اوفري. طب ايه يا دكتور الحاجات اللي جهه الاوفري? الجروس هرمون? لا. الاندومتريم ده في اليوترس. من استرويشن البليدنج ده في اليوترس. كوربس ليتيم الكوربس ليتيم ده كان بيتكون هنا هو. يبقى تبدأ تفكر. هو ستة خدت يعني وقفة يبقى الحاجات اللي جهه هي اللي مش هتحصل. هي اللي مش هتحصل. سواء كوربس ليتيم او جرافم او عملية اصلا مش هتحصل. خلاص? طب هتحصل او هتحصل عادي. ليه? لان ستة بتاخدوا حبوب واحد وعشرين يوم. الواحد وعشرين يوم دول بيزيد. وبعد كده هو بتوقف الحبوب يحصل يعني دي هتحصل وده هتحصل. والجروس هرمون ده بيطلع من ملوش ضعوا اصلا بالكلام ده طب سؤال سبعة برضو برضو جايب هرمونات بتاعت ست انسان يبقى ده احنا كده في وبيقولك ايه لا يحصل لو لو في بداية المرحلة واي. طب هو فين مرحلة واي دي يا دكتور? فين واي? واي ايه? طب هو ايه الكلام بقى في مرحلة واي دي ايه? اولا لازم نفهم مع بعض معلومة. بتطلع يوم اربعتاشر او يوم خمستاشر او اليوم بتاع فدي في يوم الخمستاشر. طب يا دكتور هي مرحلة واي دية ما بين خمستاشر وما بين خمسة. يعني في النص يعني تقريبا يوم عشرة. يبقى كأنه في السؤال بيسألك لو وصل في يوم عشرة. طبعا يوم عشرة ده ما فيش طب يا دكتور ما هيستنى يومين او تلاتة. يعني هيستنى مسلا حداشر واتناشر وتلاتاشر. ما برضو ما فيش ما بتطلع يوم اربعتاشر. يبقى لا مش يحصل التحام. طبعا يحصل ما انت مش فاهم. ما هو ده اللي هو بيحصل اسنان ما هي هي برضو ما تنفعش. طب يكسر ما هي نفس المعنى. ما هو معنى ان ان انزيم كسر ان حصل ان السكن ده ما حصل. كلهم بنفس المعنى بقى كلهم غلط. والصحة هي لبعدها تهلة مباشرة يعني فلاور. وميل جميت اللي هي البولينجرين واصل كاتب بولينجرين. طب انا بقى افتكر احداثي واشوف كاتب دنيا كتب بتمشي ازاي? اولا خلية انا احافظ الكلام دهو. بتعمل مايوزز بتطلع اربعة اسمهم مايكرو سبور. بعد كده ايه اللي بيحصل? كل اربعة مايكرو سبور بيحصلوهم مايوزز. اه في بروساس كمان ان ان الوول بيحصلو سيك ان الوول هيدخل يعني. طيب هو بيقول لك ايه الهدف من المرحلة رقم اتنين? طب هو انا في رقم اتنين عملت ايه? هلانا عملت يعني قللت عدد الكروموسومز هي ان فضلة ان. يبقى دي غلط. طب عملت برضو غلط. ليه غلط? ما يعني ان واحدة بقت دو ان. لأ. هي يبقى الاتنين دول اللي مستبعدهم. فضلي بقى. انا تخنتها ولا اسمت طبعا انا قلت لحضرتك ان انت معك مايكرو سبور بعد كده هتعمل يعني هتتقسم ويبدأ يحصل لها يعني ايه يعني بدل ما هي واحدة هتتقسم اتنين. الهم اخر حاجة بتحصل بقى ان يحصل ايه يعني بعد ما اتسم يحصل عشان يبقى فيه خلاص? طيب. سؤال اللي بعديه ده شابتر فور اميونيتي. اللي بعديه ده دي ايه? خلاص هانا ما يجبع فور والديني هانا بنحلهم ان شاء الله. برضو اميونيتي دي ايه? دي ايه? سؤال شابتر وان اهو. شخص يعاني من بين الم شديد في فقرات اللامبر فقرات القطنية. وده اثر على الاعصاب اللي بتتحكم في رجله. هو عنده الم فين? الم في الفقرات اللامبر. ده اللي انا اخدته في المنهج. وبيقول لك ايه اللي هيوصف الحالة بتاعت هذا الشخص? يعني سبب الالم ايه? هل السبب ان هو نقص الصينوبيا الفليويد? اصلا ما فيه صينوبيا الفليويد في اللامبر. طب. غياب هل دي لها دعا بالبين? لأ لها دعا بالنقص الكالسيوم. كالسيوم يخلي العظم طري او يخليه مش ناشط بس ما اعملش باين. اخر واحدة بقى اللي احنا اخدناها. تآكل يعني ايه تآكل الكارتلج? ونحن بقول لهم ببين كل فقرة والتانية في النص هنا بيبقى فيه كارتلج عشان ما يخبطوش في بعض. علشان ما يبقاش فيه الم. فهو بيقول لك الراجل عنده الم. يبقى حصل ايه? حصل مشكلة الكارتلج? تآكلت. فبدأت الفقرات تخبط في بعض. فده اللي يسبب الايه? البين اللي هو بيقول لك عليه. طيب السؤال اللي بعده. من سهد. عايز الحل اللي المزارع هيستخدمه عشان ينشط النمو? وانت مغمد. وانت مغمد. عايز يكبر? هستخدم حاجة فيها اللي كان فيه اللي هو مين? واحد قال لي اخطار قلت له لأ انت كده بصمجي. لاني انت عندك الحل المباشر. هو انا لكون كنت مغمد كده بستخدمها ليه عشان تقليل الاكسنز. طب ما انا عندي في الاختيارات اكسنز هي. مال ان دول اساتيك اسد ده اللي هو الاكسنز. ازان هو هنا جاب اجابتين ينفع صح. بس انا يا دكتور عندي الاصح الاصح الاكسنز الاكسر دقة والسؤال اللي اجابة واللي المباشرة. طيب اللي بعد كده. سؤال من وجايب لحضرتك. السؤال ده حلينا زيه في الفيديو اللي فات. بص. عالي. اللي هو طالع من والسايروكسين كمان عالي. طبعا هنا المشكلة مش في السايرويد يا مستر. مشكلة في السايرويد وفي لان هي اللي بدأت وهي اللي طلعت بكسرة. ده راح من نشط السايرويد فطلعت سايروكسين اكتر. يبقى هل المشكلة هنا في السايرويد نفسها? لا. المشكلة في البداية عند. طيب نشوف بقى كده مع بعض. البيتيتري نورمال? لا البيتيتري مش نورمال. طب زيادة الايودين. والله يا دكتور هي المشكلة مش في الايودين. يعني تلك المشكلة ان الغدنة الاصلية الافرازات بتاعتها بتاعها عالي. يبقى المشكلة من اول خلص من البيتيتري جلاند. يبقى عندي الترابات في اللي هو الفص الاماني. الانتيرير لوب. اف البيتيتري جلاند. بالبلد البيتيتري جلاند كانت بايزة. فطلعت هي السايرويد فطلعت سايروكسين عالي. طيب اللي بعد كده بيسأل حضرتك انهي جملة من دول بتاصف آآ الابحاث بتاعت مستر كلاود برنارد. طبعا هو كلاود برنارد دوة اتكلم على آآ آآ ان السكر بيطلع في الدم وان بيطلع بره الدم. طيب. هل قال ان اللي يدعوه بالهضل? لا هو ما قالش. ها فكرة معلومين من تانية سنة. بس هو ما قالش كده. هل هو قال ان السكر اللي بيزبط السكر? لا. هو قال اللي بيطلع السكر في الدم. مش بيزبطه. طيب. هل هو قال ان اللي بيعتبر اندو? لا. هو قال انه اندو اجزو. طب هو قال ان اللي بيطلع اه هو صح الجملة دي قالها واعتبر اجزو كراين سكريشن. ده سؤال مباشر. لبعدها دوت كروموسومز يبقى دي ان ايه خلاص? بعد كده سؤال من وبيقول لك دي ستة حامل في وما ده ما قال يبقى السؤال خلص ليه? يعني واحدة. يعني واحدة. اشتغلت وفيها واحد. اهي. اهي في دي. وعد قال لي طب هنا في اتنين. هنا في اتنين يبقى في اتنين. هنا ما فيش خالص يبقى دي ستة اصلا مش حامل. او اصلا في سن اليأس. هنا في اتنين برضو حامل في توقم يعني هنا ما في اتنين وهنا في اتنين يبقى دول لما واحدة يبقى واحدة. طيب اللي بعد كده سؤال من آآ شابتر ايه ده يا دكتور الهرمون يبقى شابتر اكس واي زت وظائف مختلفة في الجسم وبيقول لك مين اللي بتطلع وي وبتطلع زد بالترتيب. طيب نمشي كده مع بعض واحدة واحدة ونشوف هنعمل ايه? اولا في اكس. عم بسألنش على اكس بس خلينا برضو نجيب كل حاجة مرة واحدة. اكس ده هرمون بيتحكي في التنفس والطاقة والهارد فيتز. مين يا دكتور اللي ايه دعو بالكلام دوت ممكن يبقى حجم اللي اتنين. ممكن يبقى على اعتبار ان الادرنالين بيطلع صعة الطوارئ. فبيزود معدل التنفس وبيزود الهارد فيتز وبيزود الطاقة. ممكن. فتعلي نكمل كده بقى الباقي. واي وزد ايه حواراتهم? واي? بيأثر على الهارد فيتز بس تزود كمان بقى بيأثر على وزن الجسر. ده حرارة هرمون الحرق اللي بيحرق عشان يزبط الحرارة او عشان يزود الحرارة. ده وانت مغمض على طول سايروكسين. لانهما ده ما تكلم على كمان البادي ويت. البادي ويت دي مكتوبة في الكتاب مش استنتاجية. مكتوبة في الكتاب ان السايروكسين لما بيزيد من قدم وزنه بيقل او لما السايروكسين بيقل وزنك بيزيد. هي مكتوبة. يبقى ده سايروكسين وانا مغمض وشه على طول وده يفتح لي مجال. يفتح لي مجال لي ايه? ان انا كده عرفت واي طلع من السايرويت جلاند. يعني انا كده هشك في دي واشك في دي. فضل لي بانكرياس وباراسايرويد وده يقلل تفكيري. لان انا هنا هو كده هو. الباراسايرويد بتطلع باراسورمون. طب الباراسورمون ده ليه دعا بالكالسيوم? هو هنا هو فيه كالسيوم في الكلام? لا. يبقى دي مش طب ينفع ينفع تمشي بنكرياس? بنكرياس يا دكتور بيتأثر بالليبر? اه البنكرياس بيطلع انسولين. والانسولين ده يا ريس بيتحكم في الليبر? اه بتحكم في الليبر. طب بيحكم في الطاقة. ايوة لان الانسولين بياخدوا السكر الزيادة يوديه في الخلايا عشان يحصل له يعني بيتمشي صح وديتمشي صح. وكمان الانسولين بتحكم في في انه بيخزن السكر الزيادة. السكر لو تخزن وما بقى والماصر المليانين هيتحاول بعد كده دهون يعني بتحكم في الوزن يبقى الصحة بتاعنا لاتر سي. اللي بعد كده سؤال زاكي. اوي 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 ويربط ما بين شابتر وان وشابتر سري. بيقول لك انهي شهر في الحمل هيتكون في انت عندك مشكلة. عارف ايه المشكلة? ان انت هتفتح الكتاب دكتور انما احنا ما اخدناش الفايبرا في شابتر روم بتتكون امتى? وبعدين تفتح شابتر سريء? احنا ما اخدناش برضو الكلام ده. بس انت لازم تفكر ان دي جمجمة. انا انا بيتكلم على البونز وعملية تكوين العظمية دكتور كانت في المرحلة التانية من تكوين الطفل. اللي هم الشهر الرابع والخامس والسادس. ندور على الرابع والخامس والسادس اهو. كانت مكتوبة عملية اسمها تكوين العظم والحاجات اللي مرتبطة كانت في المرحلة التانية شهر الرابع الخامس والسادس. طيب اللي بعد كده ايه الحاجة اللي لازم تكون موجودة في بالرياح طبعا عشان تتنيه من مكان لمكان والهوا يطيارها لازم ادور. هل لازم تكون الاستجما اقصر من الانسر مش شرط. عادي. لو الاستجما طويلة كده 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 الهوا هيطير. ده اصلا لو الاستجما قصيرة ده خلينا اعمل مش كروز. ان تبقى ملونة عشان تبقى ملونة ده يساعدك في مش في الرياح. طب الاستجما تبقى متغطية ما هي لو متغطية مقفولة. الهوا مش هافي طاير حاجة بتيجي عليها ما هي مقفولة. ان البولنجرين تبقى كبيرة ووزنها خفيف. اه يا دكتور دي. يكون عددها كبير. وزنها خفيف خفيف عشان هوا يطيارها. ايوة ودي اجابة منطقية وسهل. اللي بعد كده بيقول له حضاك الرسمة دي بتوضح ساركومير انسكيلة المصل. وعايزة تشابه ما بين واحد واتنين. سؤال ده حلنا قبل كده رقم واحد دوت الخيط الرفاية اللي هو الاكتين. وده بروتين خيط من البروتين الرفيع ورقم اتنين ده مايوسين. وده سك بروتين خيط بروتين سميك. طيب التشابه ما بينهم ايه? هل الاتنين بيتحركوا? غلط. الاكتين اللي اخضر هو اللي بيقرب ويبعد. يعني الاكتين بس اللي بيتحرك. يبقى مش اللي اتنين عندهم قدرة على الحركة. وجود الاتنين في كل العضلات? لا. ليه? في عضلات بتبقى يعني كلمة مش مخططة. اللي هم عضلات اللي اللي هي في الاوعية الدموية. معنى انها مش مخططة انها ما فيش ميكتين مقاكتين. يبقى بقول دي غلط. قدرتهم ان هم يعملوا مكتوبة في الكتاب تطلع من الخيط الاحمر. اللي هو المعيوسين بس. اللي اتنين من نفس البيلدنج يونيت اللي اتنين من نفس التكوين اه. ليه? ده بيكون بروتين وده كمان بيكون بروتين. يبقى التشابه ان الاتنين نفس الوحدة. خلاص? انما مش نفس مسلا. طيب اللي بعد كده دي ان ايه? بعد كده اميونيتي. بعد كده دي ان ايه? دي ان ايه? اللي بعد كده اني حاجة بتتحرك عكس السيليا. سؤال عالمي. اه دي رسمة الستة هي. السيليا بتتحرك ازاي? السيليا كابت تتحرك كده هو? بص بص اداف تتحرك كده هو. ليه? عشان تزقه لجوة كده. تنزل لتحت. طب مين يا دكتور بتحرك عكس الحركة دي? ليه? دي سورما بداخل كده هو. بينما السيليا بتتحرك في الاتجاه العكس. يبقى يا دكتور اللي بتحرك عكس السيليا هي الباقيين كلهم بتحركوا نفس الاتجاه. يعني هتتحرك مع السيليا في نفس اللي تحت. والموريولة نفس الكلام هي الموريولة دي هت الاوبا بعد ما حصلها في الاتجاهزين. اللي بعد كده شابتر فورد هنحلو في الهوم روك بتاعت شابتر فورد هنحط هم لك اصلا في الهوم روك. يعني مش هنرجع لهم وما كان كان موجودين مع هذا. طب اللي بعد كده شابتر تو بيقول لك بقى انا عندي جدول بتاع آآ تلات اطفال عندهم نفس العمر. ونبدأ نشوف مع بعض اني طفل بيعاني من يعني كلمة يعني نشاطها قليل يعني السيروكسين قليل والسيروكسين عندما يكون قليلا انت تفكر. سيروكسين قليل يبقى نبضات قلبك هتبقى قليلة. نبضات قلبي هتبقى قليلة يبقى تختار للهارد بيتس بتاعته قليلة. طب فين هارد بيتس قليلة دكتور اهي خمسة وخمسين. فيها اي حوارات? لحد دلوقتي ما فيهاش اي حوارات. طب اللي عنده سيروكسين قليل ضغطه هيبقى اقل ضغط اهو. والسيروكسين الولاي اللي يخلي الجسم ما يحرقش فالوزن يزيد. طب فين الوزنه زايد? اهو اعلى وزن. يبقى هو اللي عنده مشكلة في السيروكسين. طيب اللي بعد كده سؤال عالمي من شابتر سريع عالمي. فيه فكرة. انهي خلية بتاعتها ينفع تستخدم في لازم انت تبقى فاهم ما تبقاش بصماجي. دي كنا بنجيب اوبام ان واحدة بنشيل الان ونحط مكانها فيها كل الصفات هنا هو. لو انت مذاكر الكلام ده مكتوب عصلا في الحس. يعني انا باخد الخلية اخد التو ان بتاعات احطها في الاوبام عشان الاوبام تكتر. يبقى انا محتاج خلية طب دكتور مين في دول طب المريولة يا عمنا حتى لو معرفش يا عمنا اشاكك فيها. بس انا عارف ان المريولة ما المريولة ديك مجموعة خلايا فيها كل الصفات الكاملة. يبقى هنختار مريولة واحنا مغمضين وما تهبتش. قل لي هسا انا حسنا يا ريت بلادسل. ما انت معنى انك اخترتي دي? معنى كده انك مؤمن ان المريولة مش توقن. لان انت عارف مكتوبة في المنهج. مريولة توقن واضحة وصريحة. طيب اللي باعك يا ده اسؤال دي ان ايه? باعك يا سؤال من شابتر وان حلنا قبل كده. واحد بيقوم طبعا بيسألك بيقوم بايه? طبعا اكيد بيقوم بكتفه. واضراعاته دي ما فاش يعني ما فاش شرح سؤال عبيت يعني. طيب اللي بعد كده. سؤال من اعتقد ثانية كده واحدة. لأ ده 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 لسه هاجلنا في الهومورك بتاع شابتر فور. باعك يا ده ده ايه? كل ده ده ايه? طيب. نبدأ هنا هون نشوف. ده الجراف اللي قدامك بيوضح تغير في في كائنين مختلفين. وحدث وخلينا نشوف مع بعض. يا طرى يا دكتور مين ايه ومين بي? نمشي واحدة واحدة. اولا اللي بتاعته بتفضل سابتة ده. ده ليه? لو بيعمل مايتوز ده بيسبت. بيسبت على طول. يبقى اه ايه? عملت ايه? ايه عملت ايه? الرسمة دي بقى التانية دي اقسم بالله عامل هلك في الواجب من قبل اللي بتحنضه ما يتحطه قصد. الرسمة اللي فيها بتتضاعف وبعدين ترجع تاني. دي الاسبايرو جايرة. وهقول لك. كانت سبايرو جايرة ايه واحدة. وبعدين مسكوا مع بعض هنا هوت. وبعدين استغطى هنا هوت. وبعدين الظروف اتحسنت. فنزل تاني عمل ما يوزز. ورجع سبايرو جايرة جديدة. يعني ده سكشوال باي كونجيجيشن. سكشوال باي كونجيجيشن. فانا ما ينفعش اقول اللي اللي اتنين عملوا سكشوال ولا اللي اتنين عملوا سكشوال. لأ. هل البارنت تو ان اللي اتنين تو ان? لأ طبعا لان يبقى ان واحدة يبقى نختار يعني يعني دكتور دي كانت ان واحدة وهترجع ان واحدة. ودول برضو سبتين يبقى ان وطلعت ان زي ما هي. طيب اللي بعد كهده اللي بعد كهده عايز شكل الفاكهة بتاعت البسلة هو البسلة فاكهة لأ قصده يعني نباتة البسلة لو حطنا على في ده سؤال مباشر مكتوب في النص في الكتاب ان اللي لو حطتها ده يبقى في محلول ويحصل عملي اسمها ودي بيتجيب فاكهة من غير بزر. فاكهة من غير بزر ما بيحصلش دي بقى هتختار وده سؤال سهم مباشر. طيب صورة دراعة حلناها برضو قبل كده هنا في عظمة المفهود ان في سهم هنا العظمة دي مكسورة طبعا لو في عظمة في ايدك مكسورة ايه اللي هيحصل صحف تحرك داعك. يبقين اللي بعد كده شابتر فور اللي بعد كده شابتر سري يلا بينا عايز التشابه ما بين الفول والميز. دكتور طبعا التشابه. التشابه. يا ترى ايه? اولا انا لازم افتكر ان ده اندوسفيرم وده اندوسفير. دكتور طب دول اصلا كانوا في الجدوى العكس بعض. يعني هنا في اندوسفيرم هنا مفيش. ده عكس بعض. طب ايه بقى? ايه الكلام? ايه تشابه? تعال نشوف مع بعض. اولا يعني الغطى مش هو هو نفس الغطى. ليه? في في الاكزا اندوسفيرم السيد بيبقى حواليها الغطى اللي هو حوالين الاوفيول. انما هنا هو ده الاوفيول. والاوفري اللي اتنين بيلزقوا مع بعض. طب الطفل بيأكل الاكل اللي متخزن في ده موجود في بس مش موجود في طب الطفل بيأكل ده موجود في بس مش في طب هناك مايكروبيل مايكروبيل ديت احنا قلناه. ودي كانت موجودة برا الجدول. كان يقول له حضرتك ان كده 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 سواء بزرق او حبة او اي حاجة لازم بقى فيه خربة. ليه? لازم بقى فيه خربة. شون ما يتخش? يحصل جرمنيشن. بقى المايكروبيل دي. هل موجودة هنا ومش موجودة هنا? لأ. كل التلاتة دول عوامل اختلافات. دول اصلا احنا شرحناهم في الجدول في المقارنة ما بينهم. انما الحاجة اللي ما تشرحتش او مش ما تشرحتش شرحت بشكل عام ان كده كده المايكروبيل موجودة سواء هنا او هنا. اهي. يبقى في كل اللاحوة سواء حبة او بزرق كده كده لازم يكون في فتحة صغيرة عشان الحبية هتتزرع والبزرق هتتزرع. لازم يكون في حبة اه سبيس مايكروبيل عشان الميا تخش منها. طب اللي بعد كده سواء المباشر يعايزوا عايز الوظيفة اللي مش هتحصل في الجوينت ده لو انا عملت ايه? لو انا شلت الليجامنت وبدلتو بتندن. بالبلد دي كده اهو. انا لو شلت الليجامنت وحطت التندن. ايه اللي هيحصل? كده ما بقاش في ليجامنت. اشوف وظيفة الليجامنت. وقلوا انها مش هتحصل. طب الليجامنت كان بيعمل ايه? كان بيحدد الجوينت موفمنت. بيحدد الاتجاهات بتاعة الحركة. فبالتالي التحكم في دي الحاجة اللي مش هتحصل. هو سؤال زي ده مباشر. شلت الليجامنت حطيت طب هو الليجامنت كان عنده مرونة وبيحدد الحركة. فما بقاش في ليجامنت. يبقى الحركة مش هتتحدد طيب اللي بعدها سؤال من عالمي السؤال دوت بيقول لك عايز نوع من انواع الخلايا بتديك وفي نفس الوقت بتتلعب دور غير مباشر فالحفاظ على طيب ده احنا قلناها بالنص. ورقة الشجر اللي فوق ايبي ديرميس ايبي ديرميس الايبي ديرميس دي رقم واحد مستغطية مستغطية بكيوتين مستغطية بكيوتين يعني عندها وبتمنع خروج الماية برا يعني بتحفز على الميا يعني بتحفز على اهي يبقى ليها دورين بتاخن النبات من فوق بتعمل دائم وبتحفز الميا اللي جوة يعني بتلعب كمان دور في طيب اللي بعد كده عايز سؤال من اني حاجة من دول ليست ليست سبب لزيادة الكالسيتونين طب انا عرف الكالسيتونين بيزير امتى? وبعد كده اشوف الحاجة اللي ما تنفعش. هو الكالسيتونين ده بيعمل اياه دكتور. الكالسيتونين دوت بيقلل الكالسيوم في البلد. وبيوديه في البون. حسنا. لو الكالسيوم كان قليل في العضل. هنحتاج كالسيتونين? اه. ليه? ما هو الكالسيتونين لو هنا قليل? الكالسيتونين يطلع عشان يزوده في البون. يبقى ديئة اختيار صحيح. هكال لي بالك انا ما دور على الجملة الغلق. يعني الاختراس احدى هستبادل. طيب. زيادة الكالسيوم. اه زيادة الكالسيوم يعني لو الكالسيوم امتصنا من طبعا هنمتصه نحطه في الدم. هو الكالسيوم لما يروح الدم. يعني زاد. فانا هحاول اعمل ايه? حاول اقلله او حاول اخزنه. مين اللي بيخزن? يعني الكالسيتونين ساعتها هيبقى ليه دور. زيادة الفراسايرويد. الفراسايرويد لما زيد الكالسيوم هيزيد في الدم. او الكالسيوم لما زيد في الدم انا حاول اقلله. فبرضه اطلع كالسيتوني. طب نقص نقص الكالسيوم اصلا انت لو زكي ولماح الجملة بيه ودي عكس بعض. يعني اكيد في واحدة فيهم هي اللي صحة. طب لو زودت الكالسيوم من للدم يعني السكر الكالسيوم بقى زيت في الدم. هحاول اقل له بالكالسيتوني. طب لو انا الكالسيوم اللي طالع من وراح البلد قليل. يعني الكلسيوم اصلا في الدم قليل. هو اصلا قليل. هو اصلا قليل. كيف انا هطلع كالسيتوني? لأ مش احتاج سحياتي هطلع كالسيتونيين. سحياتي هحتاج هطلع العكسه. اللي هو كان يبقى الوظيفة. او الحاجة اللي مش هتحصل. او الحاجة اللي مش هتطلع هي اخر واحدة. اللي بعد كده سؤال من بيتكلمك على اميبة اتقسمة اتنين. خلاص? وخلايا الانسان. طيب انا عندي معلومة على فكرة لازن بقى بفهمها. المعلومة بتقول ايه? مع ان السؤال ده دي ان ايه? بس انا هقول لك التركال في بعض كهن هنقلب. دي عملت ودول برضه عملوا الهدف الوحيد او الفرق ما بين الاتنين ان دي بتتكاثر ان ما دي مش بتتكاثر ده دي بتصلح الحتة المتعورة في الليفر. خلاص? طبعا بقى تشابتر آآ دين ايه? لسه لما يجي دين ايه ان شاء الله طيب هنشرحها. طيب اللي بعد كده هي اميونيتي. بعكا دين ايه? بعكا دين ايه في الاغلب خلاص ننتح اندخل خلص خلاص باخر اربع اسئلة ببقى دين ايه? فضل السؤالة هوت? اخر سؤال في الامتحان. ده شابتر وان. وبيقول لك ان ده بيوضح اربع افراد. الاربع افراد دول دخلوا مسابقة خلاص التسلق سلالم في مبنى. خمسة دوار. هيطلعوا يعني هيبزلوا مجهود يعني. وبعدين بيقول لك آآ يا طرق اني واحد يعني مين في دول ما عملش التمرينات اللازمة. بالبلد دي كده مين في دول ما عملش مسخنش قبل المسابقة. طبعا اللي مسخنش تلقائي بص بداية. واحد مسخنش هيتعبه سرعة. طب هيتعبه سرعة يعني هيجيله اجهاد سريع. طب مين اللي مسؤول عن الاجهاد? اللاكتك اسد. يبقى نختار اللي عنده لكتك اسد عالي. اللي حصل له اجهاد. اللي هو اهي دي. اهي. خلاص? كده ده خلص. وان شاء الله تعالى هنبدأ نخش بقع الاجزام اللي بعده في فيديو تاني بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله.